اقتصادية أمنية وسياسية تلك هي ملفات أجندة زيارة رئيس الوزراء إلى مصر زيارة لاستكمال مباحثات التعاون بين بغداد والقاهرة في التبادل التجاري مشروع الرابط الكهربائي النفط والغاز وزيادة نسبة الاستثمار من أجل توطيد العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون تندرج هذه الزيارة ضمن الفاعلية العربية للعراق والانفتاح على المحيط العربي واستمرار لمؤتمرات قمة بغداد واحد ومؤتمر قمة بغداد اثنين يمكن الاستفادة من خبرات مصر في مجال البناء في مجال النقل بالذات احنا مقبلين على مشروع ميناء الفاول كبير ومصر الدولة أدهر يعد في موضوع النقل البحي من خلال قناة السويس الزيارة الأولى للسوداني إلى القاهرة تأتي استكمالا للقائه مع الرئيس المصري في قمة بغداد الثانية إلى جانب بحث ملف الوساطة بين القاهرة وطهران وفق مصادر دبلوماسية وساطة تؤكد الشروق الجديد في سماء العلاقات الخارجية لبغداد وسياساتها الدبلوماسية العراق أصبح جسر للحوار ما بين المتخاصمين هناك عدة أطراف في داخل المنطقة مشاكل موجودة ما بين الدول فيمكن للعراق أن يلعب دور الوسيط لحل هذه المشاكل وزرع الاستقرار في داخل المنطقة لأن هذا الاستقرار سوف يعكس على العراق سواء في جانب الطاقة أو جانب العمار أو جانب الخدمات مخرجات خواتيم الزيارة ستشمل تفعيل الاتفاقات الثنائية في مجالات شتى أبرزها الاقتصاد والطاقة ترمو من خلالها بغداد لتوسيع أطر التعاون وتطويرها مع القاهرة من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر